ولكن عايزين بقى ناخد الحكاية واحدة واحدة كده واحكاها لنا من البداية فنطلع نشوف الفيديو ده عشان عندنا تعقيب بعديه ان شاء الله فاجأنا الكاف لبيان على حسابه الرسمي واعلن عن اقامة المباراة النهائية في المغرب واستند في حيثيات قراره انه لم يكن لديه سوى دولتين فقط المغرب والسنغال والسنغال انسحبت وبالتالي المغرب حصلت على حق تنظيم المباراة وهذا امر غير عادل ولا يليق بقرة كبيرة بحجم قارة افريقيا التي نعتز كلنا بها بصراحة احنا في حاجة ان يرد الاتحاد الافريقي على هذه الامور التالية لماذا لم يعنن الاتحاد الافريقي عن انسحاب سنغال وقت انسحابها وانتظر كل هذا الوقت وبعدها اعلن انه لا يوجد سوى ملف وحيد هو ملف المغرب وهو نفس ملف السنة الماضية ونكرر لا توجد لدينا مشكلة مع عشقائنا في المغرب خلافنا فقط على قرار الكاف في بيان الكاف التوضيحي الذي اصدره من 12 خمسة قال فيه انه استبعد في البداية ملفات نيجيريا وجنوب افريقيا من تنظيم دول الابطال لان ملفين دولة غير مكتملين في حين ان بيان الكاف الذي اصدره بتاريخ 11 خمسة انه منح حق تنظيم نهاء الكونفدرالية لنيجيريا الذي قال عنها في بيانه السابق ان ملفها غير مكتمل هذا امر يسير التساؤلات ويحتاج لتفسير طالما الكاف سمح لنيجيريا ان تستكمل ملفها وتعود لمنافسة على التنظيم لماذا لم يمنحها تنظيم بنهاء دور الابطال لماذا لم يمنحها تنظيم نهاء دور الابطال وفقا للطلب الذي تقدمت به من قبل خاصة انه لم يصبق لها تنظيم هذا الحدث لكن الكاف منحها تنظيم نهاء الكونفدرالية ومنح المغرب تنظيم نهاء دور الابطال للعام الثاني على التوالي ولماذا لم يمنح الكاف بقية الدول فرصة استكمال ملفتها مثل جنوب افريقيا التي سبق وان طلبت تنظيم دور الابطال ومصر التي طلبت تنظيم نهاء الكونفدرالية في بيان الكاف يوم تسعى خمسة والذي اعلن فيه انه اهدى انه اهدى تنظيم نهاية دور الابطال للمغرب لم يذكر اسم الملعب الذي ستقام عليه المباراة واقيمة المباراة في المغرب ده صحيح لكن على الملعب الرسمي والمعتمد للفريق المنافس لدى الكاف هل هذه هي قواعد اللعبة النظيف وكمان بقى على العكس في بيان الكاف لازدار يوم 11 خمسة وقال فيه انه اهدى تنظيم نهاء الكمفدرالية الى نيجيريا حدد الملعب حدد ملعب بعينه في نيجيريا تقام عليه المباراة ذكر اسم الملعب ارفق سورة الملعب في البيان الصادر لماذا كان هناك غموض في البيان الاول ولم يذكر الكاف اسم الملعب وذكر اسم الملعب في البيان الثاني دي قصتنا او جزء من قصتنا مع الكاف وطبعا واضح جدا الكابتن محمود الخطيب وبيؤكد على عمق العلاقات بين الشعب المصري والشعب المغربي واحترام العلاقات بين كل الشعوب العربية وده شيء مهم جدا ولكن احنا عندنا تحفظات عندنا حقوق بنتكلم فيه عندنا استفسارات لدى الكاف لما يطلع ان المغرب هتنظم يوم 9-5 ويكون في الخطاب مش محطوط اسم الملعب وييجي يوم 11-5 يكون بيتكلم عن ان نيجيريا هتنظم نهاية الكمفدرالية ومحطوط اسم الملعب وصورته فده بيترح تساؤل لما تيجي بعد كده هتختار ان الملعب يكون الملعب اللي بيلعب عليه المنافس فده برضه بيترح تساؤل لان ده مفهوش تكافؤ فرص مفهوش قاعدة اللعب النظيف لما تيجي تتكلم عن ملف نيجيريا اللي تم استبعاده من دور الابطال واذا بك تتفاجأ ان نيجيريا بالملف ده بيتنظم الكمفدرالية لما ييجي ينسحب السنغال وملف السنغال وما تخترش الدول او الاتحادات المهتمة بتنظيم البطولة كل دي كانت استفسارات اعتقد الكابتن محمود القطيب يعني يعني اتكلم باسهاب فيها كبير جدا ووضح الصورة بشكل كبير جدا وتساؤلات منطقية للكافة فرص تساؤلات منطقية كده يوسامة وتناقضات غير منطقية يعني تساؤلات النادي الأقلي منطقية وتناقضات الكاف غير منطقية وتخلي موقف النادي الأهلي للعالم كله قوي ترجمة نانسي قنقر